اشتركوا في القناة وكيف كل واحدة منها تركيبتها ورح نشوف كمان عندي اللي هي الروابط الذرعات الكيميائية لفيها واشكالها الى اخر طيب فنبالش ان شاء الله في تعريفنا للباد مثل ما حكينا في الاسبوع الماضي عن محاضرة الكاربوهايدريت حكينا انه الكاربوهايدريت وقبلها لما حكينا كمان عن البروتين وصفنا انه بوث اف ديم هما عبارة عن ماكرو موليكيول وبنفس الوقت هما ماكرو نيوترينت يعرفنا الفكرة لما احكي عن شيء ماكرو يعني شيء كبير سواء نصفته ماكرو موليكيول يعني كبير بالحجم ماكرو نيوترينت يعني كبير في الكمية اللي الانسان بيحتاجها في الداية التبع فالفكرة كانت نفس الاشي الليباد واحد من هدول المواد اللي يعتبروا ماكرو in size فهو ماكرو موليكيول وماكرو في الاماوت كمان فهو عبارة عن ماكرو نيوترينت فبوصف للليباد is a macro biomolecule that it's soluble in organic solvent and insoluble in water طب حلو اول وصف ليله انهو عبارة عن ماكرو يعني كبير في الحجم كبيوموليكيول بيوموليكيول اللي هو عبارة عن جزي بيو وجود في أجسام الكانات الحية فبوصف انهو بيو شيء حيوي فبوصف انهو بيو شيء حيوي فبوصف له موليكيول وماكرو it's soluble in organic solvent شو المقصود انهو soluble في الorganic solvent الorganic solvents اللي هي المذيبات العضوية وات insoluble in water اللي بتغير ذائب في الماء طب كل عاتنا بنعرف لو هلا أنا بيجيب عندي ويعاء وبحط فيه زيت وبحط فياته الماء هل بيختلط الزيت مع الماء بشكل متجانس 100% وبصيره قوام واحد بيحكي لي لا لما اخلطهم مع بعض لو فترة بسيطة بين خلطوا وحتى ما بيكونوا انخلاط متجانس 100% بيكون عندي على شكل droplets اللي زي قطرات الزيت بتكون متوزع عندي في داخل الماء بعد فترة زمنية قصيرة بصير أن عندي فصل في الطبقتين طبقة الزيت اللي بتسلد الأعلى وطبقة الماء الأسفل والفكرة بيفرق الكثافة عندي انه الزيت بيكون عندي الأعلى شو الفكرة انه الزيت والماء ما بيختلطوا مع بعض الفكرة في طبيعة الزرات الموجودة في الزيت مختلفة عن طبيعة الزرات الموجودة عندي في الماء طبقة بصر أنا عندي فيهم خلط هذا الاشي ذكرناه في مصطلحات بصيغة أخرى في المحاضرات السابقة لما حكينا أنا عندي مواد بسميها بولر ومواد من بولر حكينا البولر القطبية هي اللي بيكون تحدو على الزرات معينة وذكرناها بتفصيل الأكسجن النادروجن السلفر لآخره لكن الفكرة كانت اللي ذكرنا البولر أشهر مثال عليه كان الماء وأشهر مثال عندي على الننبولر للزيوت بأنماها فالفكرة كانت إنه البولر والننبولر لا يخطلط مع بعض ما بصير في بينهم تجانس في الحالات العادية فاللوبد نفس الإشي هو بيحكيلي كمادة دهنية عندي هي بتكون ذائبة في المذيبات الغضوية الورغانيك سولبن وغير ذائبة في الماء غير ذائبة في الماء لأنها ما بتشبه بطبيعتها طبيعة الماء فما رح يكون في عندي ذوبان 100% عشان أسمي مادة ذائبة فيها مادة أخرى لازم يكون أنا عندي اللي هو التجانس والذوبة 100% الفكرة كانت إنه الليبد ذائبة في المذيبات العضوية الفكرة في المذيبات العضوية ذراتها بتكون متناسبة وتشابه للذرات الموجودة في الليبد فبيكون قادرين على عمل عندي رابط معينة فبيصر عندي اللي هو الذوبانها فالفكرة اعرفوا لي إنه الليبد وماكروبيومولكول هو ذائب في الأورغانيكس وولفين تسوربل فيها وإنسوربل في الووتر نقطة اللي بعد بحكي لي ذا الليبد فاميلي انكلود رح نحكي على عائلة الليبد عندي بتضم لكم نوع من اللي هي الأقسام واحد الليبد عندي إشبه يسميه سواء عن بوصف انه هو فات أو عن بوصف انه هو اويل فات المقصد فيها الدهون اويل اللي يزيوت شو الفكرة والفرق بينهم واللي يفرق بينهم بالقوام في درجة حالة الغرف بالفات والاويل التراغليس هي الدهون الثلاثية هذا المعلوم عنها بالأقربي كمصلح شائر اتنين قسم التاني من الليبد فامي اللي عندي الفوسفو الليبد الفوسفو الليبد هي عبارة عن دهون تحتوي على ذرة فوسفات فبسميلي ياها اللي هي الفوسفو اللي يوصف لأنها بتحتوي على ذرة الفوسفات واخر اشي عندي مجموعة بسميها اللي هي الستيرويل الستيرويل هو عبارة عن وصف طبعا لقدام لما ناخدهم ناخدهم بالتفاصيل لكن حاليا عشان نصر لنخلفية بفكرة عام سريع الستيرويل هي عبارة عن مواد بطبيعتها دهنية يعني الليبد الشكل وترتيب الذرات بيكون على شكل حلقات منتصقة مع بعضها البعض يعني ما بيكون عندي ثلاثة مفتوحة بيكون أنا عندي حلقة أولى بتصلي مع حلقة تانية مع حلقة تاتية بتكون متلاثقة مع موادها البعض ونشوف شكل اللي عندي لقدام الليبد الفام اللي عندي وظائف الليبد أنا عندي تؤدى في داخل الرسم وفي الفود نفسه في الطعام يعني كأني عم بحكي الدهون أنا عندي الموجود في داخل الرسم لها فوائد والدهون الموجود في الطعام كمان عندي لها فوائد معينة على أساس هذا الإشي عم بيتم إضافة الليبد في المواد في الأطعم اللي بيكون مندي قصنيها أو طبخة إلى آخر شو الفكرة من هاد الفانكشن عندي في البيد عندي كالآبتي بحكيلي واحد الفات انفود يعني الدهون عندي في الأكل تعطيني ايش واحد هي عبارة عن energy source with high caloric density هي عبارة عن مصادر طاقة مع سحرات حرارية عالية اللي هي الكثافة الكثافة السحرات الحرارية بتكون عندي عالية عندي في الأكل لأنها بتضيف عندي textures and taste بتضيف أنا عندي الطعم والtextures المقصود فيه اللي هو الملمس يعني أو اللي هي بتعطي القوام لا الأكل اللي أنا بتضيف عليه فات بتعطيني textures and taste إضافة لذلك contribute to elastiety اللي هي للشبع الوجبات كلها نعرف اللي فيها نسبة الدهون بتضيف عندي اللي هي بتعطيني شعور بالشبع أسرع من الوجبات اللي فيها نسبة الدهون فهاي تعتبر فوائد الدهون عندي في الفود في الأطعم اللي أنا أضيف عليها نسبة من هذا الليبد أو من الفر طب شو وظائف الليبد في داخل الbody في داخل الاسم الإنسان بحكي لي within the body الليبد أنا يعني بتشتغل هذا function واحد هي energy reserve كتعتبر مخازن عند الطاقة وإحتياط الطاقة هذا الإشي ذكرنا سابقا لما حكي أنا جسم الإنسان عشان يستخدم عندي للطاقة بيبلش أن عندي في أسهل وأسرع مصدر للحرق اللي كانت عندي الكاربوهيدريت حكي أنا إذا ما وجد كاربوهيدريت بيروح بيبلش أن عندي في مين بيستخدم عندي الليبد الدهون وبيستخدم ها كمصادر طاقة وآخر إشي كان عندي في الاستخدام اللي هي البروتين هذا الترتيب مهم نكون عارفين فالفكرة كانت عبارة عندي أنه الليبد هي energy reserve اثنين regulate the hormones الليبد أنا عندي مهم منها تعمل تنظيم للهورمونات في داخل اسم الإنسان فتعتبر من أهم مظائفها واحد energy reserve اثنين اللي هي regulate the hormones ثري transmit nerve empluses عشان الإشارات العصبية عندي تنتقل nerve empluses اللي هي السيالات العصبية عندي والإشارات العصبية عشان تنتقل تحتاج لوجود كتل دهنية في داخل اسم الإنسان عشان تساعد عندي على الانتقال فالليبد أنا عندي وتوزعها في داخل اسم الإنسان بالساهم فإنها transmit تنقل nerve empluses فتعتبر من أهم الفواعد كمان عندي لليبد within the body إضافة إلى ذلك caution the vital organ شو الفكرة الفكرة معنا إنها الvital organs عندي هي الأعضاء في داخل اسم الإنسان عضاء الحيوية عندي بعض نظرهم بحكي على الكبد الكلية القلب إلى آخر بيكون حاوليها إشي بنسمي الفيسر الفات الفيسر الفات اللي هي الدهون الحشوية كأنها بتلعب لدور اللي هي الوسادة فبتكون عندي شكل وسائد إنها بتحمي هذا الأورغان من أي عندي صدمات إذا واحد صار معها حادث فهي بتكون وساعد عندي للحماية فهي بتحمي العضاء الداخلية بداخل اسم الإنسان طبعا كمان بعض المواد اللي بأخذها من نظام الغذائي تحتاج لنسبة الدهون على أساس صريرها نقل وامتصاص الشهر المثال فيتامين دي فيتامين دي مثلا عشان يصر لأمتصاص شو بيحكو لك للي جرب فيتامين دي كسبليمت كمكمل غذائي شو بيحكو خدوا معها اللي هو الأكل وانت عم بتاكل بتاخد نسبة اللي هو الفيتامين دي أو مثلا بعد يجب الأكل مباشرة شو الفكرة نسبة الأكل بشكل لو بآخر إلا ما يكون فيها نسبة عندي دهون لما تكون نسبة الدهون أنا عندي موجودة بتساهم في إنه هذا الفيتامين دي يصر له امتصاص ليش لأنه طبيعة تكوين فيتامين دي طبيعته هو عبارة عن فيتامين وفات صلب بدوب عندي في الدهون حسب طبعا تكوينته والذرات اللي فيه فالفكرة بيحتاج عندي لو صد دهني على أساس يصر له امتصاص بالمقابل طبعا عندي فيتامين أخرى مثل فيتامين سي مثلا لا ينصح نكتاخده على معدة صادية وبعد الأكل على الأقل بساعتين على أساس يصر عندي امتصاص أفضل ليش فيتامين سي من الدهون أو من اللي هي الفيتامين اللي ذائب عندي مش في الدهون ذائب عندي في الماء فهي فحسب طبيعة المواد المواد اللي بتحتاج لفات عشان صد لها امتصاص بتحتاج انه احنا وجود أساسا هذا الفات في داخل اسم الإنسان فبالتالي عم بيحكيلي هي من أهم الوظائف في داخل الاسم الإنسان انها بتساهم في وكمان فوظائف الفات عندي سواء مهمة تكونوا عارفين لياهم طب في داخل اسم الإنسان عرفنا ان لكن عم بقسم لياهم أنا عندي ل عندي نوعي من أنواع الفات في داخل اسم الإنسان عندي فكرة الفات وعندي كمان نقطة السب كتانيو الصفات طب شو هي الفسرل شو هي السب كتانيو الفسرل اللي ذكر نعب شوية الحشوية اللي نقصد فيها اللي بتكون محيطة بالأعضاء الداخلية فبتحميها أنا عندي من أي صدمات عندي عم بتصري لها بالمقابل السب كتانيو هي اللي بتكون أنا عندي موجودة تحت السكن اندرنيت السكن نسميها اللي دهون تحت الجل هذا الدهون شو وظيفة أو شو عندي عملها اللي هي بتواظن درجة حرارة الجسم مع المناخ الخارجي فبتحافظ أنا عندي على درجة الحرارة كلاتنا من درجة الحرارة لازم تكون ضمن رينج معين عم ننحك 36.37 بحيث أحافظ على الوظائف الحيوية في داخل اسم الإنسان عشان أحافظ على درجات الحرارة هاي ماسر عليها تغيير بشكل مساجئ لما تكون مثلا درجة حرارة الجو الخارجي سالب 10 في البولدان معين أو تكون عندي درجة الحرارة 40 و50 في درجة حرارة عالية للفكرة الجسم كيف أنا أحافظ على درجة الحرارة في داخل الضمن 36.37 هي بسبب وجود هذه أو بفضل وجود هذه السبكتين وصفات بتعمل عنها موازنة درجة الحرارة الجسم عمدي علشان تحمي من تغيرات المناخ هذه فنشوف البسر الفات بحكي البسر الفات surrounded لل vital organs such as الheart الكبني واللبر فبتحميها بتحمي العضاها الداخلية هي كوسائد مصة عندي للصدمات السبكتين وصفات تسميها للفات underneath the skin تعمل على isolate تعزل the body from extreme temperature تعزل الجسم من درجات الحرارة القصوى لما أحكي عن درجة حرارة extreme يا أما بزيادة أو بنقصان يعني درجة الحرارة العالية جدا فهي extreme maximum أو درجة الحرارة المخفضة جدا منهم فالفكرة بعمل على isolate من المناخ الخارجي and help keep the internal climate under control بيستعد على أنه ابقاء المناخ الداخلي في داخل الجسم الإنسان تحت السيطرة المقصود في هذا التشبيه هنا أنه بحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلية تحت السيطرة لازم تكون عندي أقصى شيئا من 36.5 إلى 37 فالفكرة كانت عندي السبكتين المسفات بتعملي على isolate the body من extreme temperature تحافظ أن عندي على internal climate under control الفيسر الفات بتحافظ عندي على نفسها في تكون تشتغل كمصة لأصدام فالحد اللي أكون عارفين شو هي المكرو أو مايكرو فهي حكي أنها ماكرو العائلة عندي المكرو بتضم tridel stride فوسفول والستيرول يعرفنا فوقتها الجنرال وكمام يكون عرفنا أنواح اللي هي في داخل اسم الإنسان عندي اللي هي كانت عندي الفيسر ثواني اللي كانت عندي الفيسر الآن السبكتيني مص طب عرفنا الفرق بينهم ننتقل هلا عندي على الليبت فاميلي أول نوع عندي مني اللي هي triglyceride طب شو هي triglyceride مني اسم هات tr يعني ثلاثي و glyceride اسم ركب عندي كم يعني طب شو هو بيحكي the main lepid in food and stored in body as fat are triglyceride يعني الليبت أنا عندي الميجر اللي هي الاشياء الاساسية كمنات كبيرة عندي في الفود بأخدها من الطعم بتخزن عندي في داخل اسم الاسم عادة بتكون آزفات بتكون عندي عشكل triglyceride طب اللي هي دهون الثلاثية من ايش بتتكون هذه دهون الثلاثية بحكي اللي عندي 3 fatty acid اللي هي الأحماض الدهنية الثلاثية هاي ثلاثة عندي منها كعدد وعندي التاج مع باكبوم نسميها glyceride طب 3 fatty acid اللي هي الأحماض الدهنية هلا مشوف عندي كمان شكلها وعندي كمان اللي هو مركب glyceride اللي عندي الموجود عندي في أسفل الشاشة هون على اليسار طب هذا اللي هو glyceride والفاتي acid بتكون عندي بهذا الشكل اللي لو بتلاحظوا وانا عندي OH 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 عندي 3 نقاط قادرة على أنها ترتبط بال3 chain كل شيء منها هي عبارة عن fatty acid فعشان يكون عندي المركب اللي هو triglyceride هو عبارة عن عندي 3 fatty acid 3 أحماض دهنية من هذا الشكل رح تكون التاج مع اللي اللي عندي الشيء الأساسي اللي هو المرجع عندي فهو الغليسرول فالغليسرول عندي على كل نقطة هون رح يكون عندي مرتبة fatty acid فالشكل النهائي للي triglyceride رح يكون بهذا الشكل الغليسرول 1 2 3 OH 3 fatty acid عندي 3 منها رح يتبط عندي 1 2 3 فيعطيني الشكل عندي triglyceride فإسمه بناء عندي على الشكل والتكوين تبعته اللي هو glycerol and 3 fatty acid فشو صفوريات 3 3 من fatty acid واللي glyceride تعمل مصطلح اللي هو اللي glycerol عندي طب شو هو اللي glycerol وشو هي الفات acid ومش عليهم بحكي اللي glycerol هو عبارة عن try all طب شو يعني try all try يعني ثلاثي وهذا المقطع وذكرنا عندي اللي ما حكي عن داي عن ثنائي try ثلاثي تترة رباع الاخرى فtry try من ايش عندي ثلاثي من ايش من all شو المقصود في all حكي دلكم سابقا انه في الكيميا عندي لكل مجموعة وظيفية بيعطوها مقطع عندي بيميزها في التسمين فلما يكون أنا عندي مجموعة الهادروكسل الOH اللي هي منسميها الكهول كمان كمصطلح شائع لها ومسمى شائع الرمز ليلها اللي هو الOH لانه الالكهول بتنتي بOL فبيحكي لي وجود الOH الهادروكسل هدول المجموعة اللي هون OH بوصفها عندي في التسمية برمز OL فبيحكي لي للي لما أشوف أنا عندي مسمى في الكينية بنتي بOL أعرف إنه بيحتوى عندي على الهادروكسل فجليسرول بيحتوى على الهادروكسل كم عددها بصف لإنها ترايول فكم OH أنا عندي 1 2 3 فالجليسرول هو ترايول يعني هو أساسا آلكهول وطبيعته وتصنيفه بتكون عندي من ثلاث كاربونات اللي هم هدول 1 2 3 كل واحدة فيهم تصل بهيدروكسل فنكشنل جروب الهادروكسل اللي هي الOH كل واحدة من الكاربونات اللي هي الزوايا هاي 1 2 3 كل واحدة منها رح تكون عندي متطبطة مين بOH OH and OH طب فالهيدروكسل فنكشنل جروب which can serve as the backbone for a triglyceride اللي هي C3 H8 O3 يعني بيوصف لإنه اللي جليسرول هو الbackbone وفي triglyceride هو الإشي الأساسي الرابطة الأساسية أو الرزق الأساسي اللي رح أضيف عليه سلاسل أخرى عشان أكمل شكل triglyceride فالأساسي عندي اللي جليسرول فأنا عم بحكي أن الفضوح هي الفات أصلا اللي رح ترتبط عليه فوضحت فكرة اللي جليسرول شمييزات هو من الالكو اللي بيحتوي على 3 أو H group فبصنف هو tryol والشكل وتسميته أو الصيغة تبعته C3 H8 and O3 صحي الفات أصد عندي شو هي الفات أصد بحكي اللي هي عبارة عن essentially hydrocarbon chain هي عبارة عن سلسلة من carbon والhydrogen اللي هي high كل زاوية حكي أنا هي عبارة عن carbon كل carbon عشان تستقر لازم تكون أربع روابط فإذا الكربون أنا عندي هون مكونة واحدة 200 رابط في أنا عندي رابطين مع hydrogen لكنها غير مرسومة فعندي 1 2 3 4 في 2 hydrogen رحيكون فرح تكون صيغة الكربون اللي هون هي CH2 الفكرة هي عبارة عن hydrocarbon chain which or with carboxylic acid group اللي هي COOH طريقة درسمها بهذا الشكل C-O-O-H في عندي كاربون رابطة ثنائية مع أكسجن وعندي على الطرف OH اسمها المجموعة الوظيفية اللي هي carboxylic acid فبحكي لأن الفاتح acid بتحدي وعلى سلسلة طويلة من الهات وكاربون عندي على طرفها carboxylic acid group بتكون عندي بهذا الشكل وعط one end في واحدة من النهايات هاي النهاية اللي بتكون فيها عندي carboxylic بسميها alpha end وهذا اللي تذكرناه سابقا في طريقة التسمي كمان وحكي أنه التسمي بتبلش أن عندي من الكاربون اللي موجود في مجموعة وظيفية معينة فالكاربون الموجود في المجموعة الوظيفية عندي اللي موجود في الفاتح acid اللي هي carboxylic acid هي الكاربون هون رقمها كم واحد ببدأ قعد منها فبيعطيلي إياها رمز اللي هي الألفة فعندي ألفة بيتا كاما إلى آخر فهذا الطرف هو الألفة عندي عشان يدللي أنه هون في عندي مجموعة وظيفية طب وبتنتهي بيحكي لهذه السلسلة اللي هادروا كاربون بتنتهي بمثل اللي هي الكاربون اللي هون رحيكون شكلها وصغتها اللي هي CH3 ليش مرتبطة هي في كاربون هون وهي كاربون أساسا فكم هادرين رح يكون عليها رح يكون عليها ثلاث 1 2 3 فال3 هادرين فالشكل الكاربون اللي عندي عطرف هي CH3 بنسميها في الكيمة اللي هي المثل اللي هي CH3 بحكي لوجود CH3 على 1 end أو ال end هذي اللي عندي هون هاي النهاية بسمة هاي النهاية اللي هي الأوميجا بهذا الرمز فعندي الألف end هون وعندي الأوميجا end بتكون عندي هون بنحكي لساتنا عن الفاتي أسد فهي عبارة عن هادروكاربون تشين وإذكار بوكسيلك أسد جروب بالطرف ومثل جروب أنا عندي بالطرف الآخر بصنفها هاد الفاتي أسد عندي تتصنف ك saturated مشبعة unsaturated غير مشبعة according لإيش يعني أنا لما يكون عندي سلسلة علي أساس بصنفها saturated أو unsaturated بحكيلي حسب وجود التركيب الكيميائي لإيلا طيب في التركيب الكيميائي عندي إذا تواجدت عندي روابط ثنائية هلا بنشوف الصورة بيكون ماسميها له unsaturated وإذا ما كان عندي روابط ثنائية بسميها عندي saturated طب هي مشبعة وغير مشبعة بإيش بحكيلي مشبعة وغير مشبعة بوصفها في عدد ذرات الhydrogen يعني الكاربون لما تحتوي على أقصى عدد من ذرات الhydrogen بسميها عندي مشبعة بالمقابل لما تكون لا ارتبطت برابطة ثنائية مع الكاربون اللي جنبها فعدد ذرات الhydrogen المرتبطة فيها صارت أقل من اللي كان موجود بنسميها عندي الهيلة غير مشبعة ها هي الفكرة هلأ بنمشي عليهم بتصلي الفكرة أوضح لكن بيبني تعرفوا لأنه هي عبارة عن أول مجموعة من تتكون عندي من الهيلة مناها اللي هي الألفا وحي سمناها الأوميجا الم الارتباط رح يكون عندي مع الهايدروكسل الموجود عندي في اللي جليسرول فعندي 1 2 3 3 أماكن الارتباط رح يرتبط عندي 3 فاتي أسد فنرجع للفكرة الأساسية أنه التراغ يتكون من 3 فاتي أسد و اللي جليسرول اللي نسميه هو الباكبون عندي صح إذا نشوف شكل الفاتي أسد عندي بهذا الشكل رح ترتبط من طرف الألفا مع ال O اللي هون رح تكون عندي بهذا الشكل اللي هي O هاي اللي التابعة كانت للغليسرول وعندي هون كاربون دبل بون أكسجين التابعة كانت عندي للفاتي أسد ف 1 2 3 هذا المركب كامل أثناء ارتباطه مع بعضهم البعض هدول ارتباط نمشي هلا عندي على الفاتي أسد ونشوف شو أنواعها هل شو يعني معنى من الساتوريتد وشو الفكرة والمعنى من الانساتوريتد إلى آخر طب بحكيلي ان الفاتي أسد موليكيول هي بارة عن molecules that are long aliphatic chain شو يعني long aliphatic chain زي يعني بارة عن سلاسل الفاتي بتكون يعني على شكل سلاسل مفتوحة وهذا اللي اشي ذكرنا لما حكينا عن الامينو أسد في بداية مادتنا لما حكينا فيها عن البروتين حكينا ان الامينو أسد عندي في الهضة صنيفات منها الالفتك منها الاروماتيك حكينا شو الفكرة بين الالفتك والاروماتيك والسايكلك السايكلك حلقية الاروماتيك حلق وفيها روابط ثنائية وحدي متبادل الالفتك اللي هي عبر عن سلسلة عندي مفتوحة بتكون طب الالفتك تين الفاتيك حسب الصورة شو الفنابل شوي هي كانت عبر عن السلسلة مفتوحة من كون عندي لشكل حلقات فهي مولكيول ذات تال لونج الالفتك تين من ايش بتتكون من الليبيد كاربوكسيلك أسد كيف وصفها بهذا الشكل يوصفها انو أنا عندي كليات كاربون هادروجين اللي هو الهادرو كاربوكسيلك أسد اللي هي مجموعة الكاربوكسيلك أسد اللي شفناها اللي هي كاربون بتصل برابطة ثنائية مع أكسجين وبتصل عندي على الطرف بي الـ OH اللي هي هاي فهذا الpart هو اللي بوصفه بينه وهذا الpart اللي هو الكاربوكسيلك أسد طيب فالإذا لفاتي أسد هي عبارة موليكيو ذات اللونج الافتك تين بيحكيلي بيحكيلي في الدهون وفي الزيوت وكمان بيلاييها موجودة في غشاء الخلية داخل باسم الإنسان بيحكيلي موجودة لما نحكي على الpart رقم اثنين في مجموعة اللي بي لما نوصف فينها ونشوف اللي هي الفوسفو اللي بي شو هي رح نلاحظ انه الفوسفوليبد كمان اللي حكيت لكم هي بارة عن دهون فيها مجموعة فوسفات كمان رح تحتوي عندي على الفاتي أسد وحكيلي وجود الفاتي أسد في التراغل سريت ايضا هي كمان موجودة عندي في غشاء الخلية في الفوسفوليبد وكمان في اللي غلايكوليبد ما نسميها اللي هي الدهون اللي بيكون عندي على طرفها جزء سكر بتساهم عندي في نقل الإشارات في عرفوا الفات أسد وين عندي متواجده وكيف وصف هنه موجودة عندي في الفات في الأويل اللي موجودين فيه اللي مناخده عندي فيه في النيوترينت عندي في الدايت وكمان في السلم مبرن في الأخير اسم إنسان تحديد موجودة في الفوسفوليبد كمان موجودة عندي فيه وصف مختصر لهذا الفات أسد بيحكي إضافة لذلك إنه يعني كأنه عم بيوصف للفات أسد بطريقة مختصرة وهي كالآتين هي عبارة عن حمض بيحتي وعندي هي أحماض دهنية يعني عبارة عن حمض بيحتي وعندي على مجموعة الكاربوكسي هي عبارة عن يعني عضوي أول ما أحكي عن شيء أورغانيك عدوصفنا في بداية المادة كمان حكي لما أسمي مادة أورغانيك كان بتحتوي على أي ذرات الكاربون الأساسية بإضافة لوجود الحادوجين لما أحكي عن شيء أورغانيك معناته بيحتوي على سلسلة من كاربون أنتهادجين اللي كولنا نسمي عليه الحادو كاربون جين فالفكرة هي كاربوكسي أسد بيحتوي على مجموعة وظيفية اللي هي الكاربوكسي والكاربوكسي اللي هي COOH وشوفنا شكلها بيشوف إذن الفاتي أسد سلسلة طويلة من الهادروكاربون على طرف منها رح ألاقي الكاربوكسي بشكلها COOH وإن حكي أنا بلاقي الفاتي أسد في الدهون بلاقيها في الزيوت وهلا بنعرف الفرق بين الدهون وبنزيوت يعني ليه بوصف مرات اللي هي المواد الدهنية as a fat وكيف ممكن أوصف مرات as an oil يعني شو الفرق بينهم لما أحكي عن شيء إنه فات وشو الفرق لما أحكي عن oil هو كيف بيختلف قوامه حسب درجة حرارة الغرفة لما يكون متماسك في درجة حرارة الغرفة بوصف إنه هو fat ولما يكون أنا عندي سائل في درجة حرارة الغرفة بوصف إنه هو oil على أي أساس بيكون أنا عندي متماسك أو سائل في درجة حرارة الغرفة حسب تكوين وطريقة ارتباط الغرفات في داخله على مشوث فالفكرة عرفوا إنها موجودة في الفات في الأويل في السل الممبرين تحديداً في الفوسف والإبيد والقلايك والإبيد كمان الفاتي أسد تايب نمر عليها أريد ذكر إنه أنا عندي الساتوريتد وعندي الانساتوريتد إضافة لذلك عندي كمان الترانس فاتي أسد الساتوريتد فاتي أسد بيحكي اللي هي عبارة عن الأحماض الدهنية للسلسلة فيها الطويلة هاي اللي هي الهادوكاربون ما بتحتوي ولا على أي رابطة ثنائية فبيوصف ليها كالعاتي الساتوريتد المشبعة هي ساتوريتد فاتي أسد هاو نو كاربون كاربون دبل بوند وهذا الرمز الدبل بوند اللي هي رابطة ثنائية أنا برسم بدل رابطة واحدة بين الذر الأولى والثاني برسمها على شكل اللي هو رابطة فكاربون كاربون دبل بوند طالما هي مو موجودة عندي في السلسلة أنا بوصف أن هذه السلسلة أنا عندي أشمالها هاو هاد الأحماض الدهنية هي عبارة عن ساتوريتد يعني مشبعة في درجة حرارة الغرفة بتكون أنا عندي فات بوصف أنها بتكون عندي صلب بالمقابل الأنساتوريتد فاتي أسد هي عبارة عن أن الفاتي أسد عندي في السلسلة الهادوكاربون اللي فيها تحتوي إما على رابطة ثنائية وحدة أو أكتر كعدد عندي لكن المهم موجود رابطة ثنائية وحدة على الأقل مباشر أنا بصنفه أنهو صار إيش أنساتوريتد اللي هو صار عندي غير مشبعة فالأنساتوريتد فاتي أسد هاو ون أور مور بتحتوي على وحدة أو أكتر من مين من الكاربون كاربون دبل بوند طب الكاربون كاربون دبل بوند كان جيف إيذر هاي نقطة ما ما تكونوا عارفين ها لا ممشي عليها الكاربون كاربون دبل بوند وجودها رح يخليني أوصف أنه الماد اللي عندي هي عبارة عن أويل يعني سائلة في درية حرارة الغرفة وليست فاط وليست صلبة في درية حرارة الغرفة طب النقطة اللي ذكرناه هون هلأ أنه الكاربون كاربون دبل بوند وجودها وجود رابطة ثنائية عندي رح يخليني الكونفيجوريشن تذكر ما حكينا عن الآيزومر وفيه عندي كان أوبسيكالي وفيه كان عندي منها اللي هو الستيرو آيزومر إلى آخره نفس الإشي عندي هون على الرابطة الثنائية هاي الكاربون هون ممكن أنا أدرس الآيزومر لذلك النظائر تكون إما سس أو ترانس سس أو ترانس هذا بختلف حسب طريع التوزيع الهادرجن أنا عندي على هذه اللي هي الرابطة الثنائية أو حوالين هذا الرابطة الثنائية إذا كانوا في نفس الاتجاه يعني كانوا لأعلى بوصفهم إنها سس إذا كانت واحدة من الكاربون عليها هادرجن لفوق بهذا الاتجاه والكاربون تاني عليها الهادرجن كانت متوزعة في الفراغ إنها كانت للأسفل نوصفهم إنه هم ترانس ترانس يعني معاكسا لبعض الفكرة يعرفوا لي إنه مع وجود رابطة الثنائية أنا ممكن أدرس طريقة الإيزومريزم هاي اللي هي السس أو الترانس إذا المجموعة الأولى كانت عندي اللي هي الساتوريت فاتي أسد وعرفنا فكرتها ما عندي أي رابطة الثنائية في السلسلة الانساتوريت فاتي أسد كانت بوجود رابطة الثنائية واحدة وأكتر بوجود واحدة كافية إنه أنا مباشر أسمي اللي هي الانساتوريت وحكينا وجود الرابط الثنائي بساعدني أنا أدرس فكرة السس أند اللي ترانس آخر نوع أنا عندي اللي هو الترانس فاتي أسد من إسمها ترانس وين ذكرناها بالشوي؟ ذكرناها هون النقطة في الرابط أنا عندي بينهم إنه الترانس فاتي أسد هي عبارة أساسا عن الشكل من أشكال الأنساتوريتد فاتي أسد يعني مستحيل أروح أسألكم أحكيكم اللي ترانس فاتي أسد مستحيل أوصفها هي ساتوريتد فاتي أسد ترانس فاتي أسد هي الشكل من أشكال الأنساتوريتد يعني هل عندي رابط ثنائي ولا ما عندي رح يكون هيندي رابط ثنائي فهي أنساتوريتد فات لكن شو الفكرة منها بيحكي لي إنه هاي الفاتي أسد عندي اللي هي منثميها موجودة عندي في طريقة عملية لما يعملوا هدرجة أنا عندي للزيوت هي في الزيوت المهدرجة فزيك أنا عم بحكي أنه الترانسفاتي أسد من صنعها تصنع فالترانسفاتي أسد هي شكل من أشكال الأنساتوريتد فات هي عبارة عن هي مادة غير صحية أبدا يعني إذا وجد عندي أنساتوريتد فاتي أسد أو الأنساتوريتد فات موجود بالطبيعة بهذا الشكل ممكن تكون صحية بدرجة معينة مقارنة مع الساتوريتد لكن لترانسفاتي أسد اللي نو بعملوا لها عملية الهدرجة فهي دائما بتكون عندي غير صحية فهي أنهل في السبستانس كيف بصنعوها بصنعوها بوسط عملية كيميائية من سميها الهدرجة اللي هي الهيدرجينيشن شو الفكرة من الهيدرجينيشن أني أنا أخذ الزيت اللي بيكون أنا عندي سائل في درجة حرارة الغرفة أضيف على ذرات هيدرجين عشان أربط هذه الذرات الهيدرجينيشن حوالين الرابط الثنائي اللي كانت عندي موجودة فألغي وجود هذه الرابط الثنائية وأحول الزيت من زيت سائل في درجة حرارة الغرفة إلى شكله الصلب شو الفكرة اللي بيعملوا هذا الاشي بيحكي لما أعمل هذا الطريقة أنا بزيد من الجودته على أساس لكن مقصود في جودته هنا أنهم بيحافظوا عليه لفترة زمنية أطول وهو على أساس أنه هو لما يعمل عندي فكرة اللي هي السوليديفيكيشن اللي هو عملية أنا عم بصلب هذا وبخليه من قوامه السعلي لقوامه عندي صلب أني كمان بزيد الطعم لإله بخلي الطعم لإله مستطعم أكتر اللي هو مستصاغ من قبل الناس بيكون عندي أكتر فالفكرة من الهادوجينيشن يزيد فكرة الطعم على أساس اللي هي وزيد ترويج لأنه الناس تشتري من عنده اللي هي الفاتي الأوري الفات والفاتي أسد يعني دي هاي اللي هي بس هي من عملية الهادوجينيشن وكمان يزيد شي ما يسميه لي والشلف لايف اللي هي فترة الصلاحية لهذا المنتج عشانك حكي أنا بيعيز يزيد الجودة الجودة المقصود فيه هنا كانت اللي هي بالنسبة لوجهة نظره التجارية يعني أنا بزيد للفترة الزمنية وصلاحية هذا المنتج عندي فأنا بستفيد منه أكتر وبنفس الوقت إني أنا بروجه لناس تشتري منه أكتر فالفكرة كانت إني أنا عم بزبط عندي في الفلايبر عندي في النكهة تبعته طيب فالفكرة كانت الترانس فاتي أسد نرجع نرتبها من الأفكار الأساسية هي أنساتوريتد فات هي أنهالثي غير صحية وهذه نقطة ما يكونوا عارفينها كيف بعملوها عن طريق عملية الهايدروجينيشن أو فويل شو يعني هيدروجينيشن إضافة هيدروجين ذرات الهايدروجين اللي عملية الهيدروجين نسميها بالعربي طب بعمل على أنه أنقل السائل أو الشكل السائل مندي من هذا الزيت الليكود أويل أحاوله الشكل اللي هو صلب أكتر تخليه صلب في درجة حياة الغرفة بزيد في قوامه increase the shelf life and the flavor stability of oil and food that contain them بالتالي أنا بزيد shelf life بزيد الفلايور فبعمل أو هادي الفوائد اللي بيجنوها التجار من عملية الهايدروجينيشن لكن هي على الصحة أنا عندي بتكون غير صحية it's unhealthy substances شو هي الفات وشو هي الأويل لما حكينا في البداية أنه تراجل السائل بتضم عندي الفات وبتضم عندي الأويل حكينا الفات هي عبارة عن لفد ذات آر هي دهون بتكون صلبة في درجة حلالة الغرفة فهي solid atrium temperature لأنها بتحتوي على أيش على saturated fat acid على أحماض دهنية إيش مالها مشبعة ما بتحتوي ولا على أي رابطة ثنائية بالمقابل الأويل إذا أنا عندي هي عبارة عن lipid ذات آر بتكون liquid atrium temperature بتكون سائلة في درجة حلالة الغرفة بتتكون لأنها من 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 unsaturated فات أسد بتتكون من الأحماض دهنية الغير مشبعة اللي بتحتوي عندي على رابطة ثنائية واحدة أو أكتر واضحة فكرة الفات أسد شو يعني saturated مصطلحة نازم تربطها saturated لا يوجد أي روابط ثنائية صلبة في درجة حلالة الغرفة فبوصفها إنها فات unsaturated في عندي روابط ثنائية في السلسلة طالما بتحتوي عندي على هادة روابطة ثنائية هي بتكون سائلة في درجة حلالة الغرفة فبوصفها إنها يعبار عن الأويلز وجود روابط ثنائية بساعدني أنا أدرس إشي بسمي الـ الـ اللي هو السس ووجود شي بسمي الـ نتجت نتيجة عملية الـ اللي بيعملوها على أساس إنهم يزيدوا الشلب و الفلايور السبريتي أو في الفوود أثناء عملية اللي هي لها تجاوز تصمي فالفكرة كانت من هذا السلايد أول بارت أنا عندي حكينا من كان عندي اللي قليسرول وكان عندي كمان الفاتي أسد بحيك ما يكون شرحنا عن فكرة الفاتي أسد وأنواحها اللي بتكون عندي متواجدة نشوف شكل الفاتي أسد اللي عندي وهذا الإشي مهم تكونوا عارفين الفاتي أسد حكينا هذا الطرف هو عبارة عن الألفة عند وهذا كان عندي الأميغا عند اللي بنتي عندي بالمثل اللي هي C-H3 كتب لياها أو صور لياها بهذا الشكل طب الـ هادروكاربون هي هون سلسلة الهادروكاربون هل هادي الرابطة أو هادي السلسلة فيها أي رابطة ثنائية بحكيلي لا مع الرسم اللي أنا شايفها ما عندي ولا أي رابطة ثنائية فمعناته إيش اسمها saturated ولا unsaturated هي saturated فبيحكيلي saturated فاتي أسد المثال اللي عندي هون بتكون عندي من 18 كربون فأنا عندي 18 كربون كعدد 18 كربون هدول وعدم موجود أي رابطة ثنائية بنسمي المنتج هذا اللي عندي الفاتي أسد اللي عندي اسمه اللي هو الاستيريك أسد فالاستيريك أسد هو أحد الفاتي أسد الساتشوريتد واللي بيحتوي على 18 كربون موجود عندي في سلسلة وهذه الأشياء مهم تكونوا عارفينها في الشكل لو جبتلكم شكل وهذه الصورة وقلتلكم هاذ ساتشوريتد ولا عن ساتشوريتد تعرف أنه هو ساتشوريتد طويل لو سألتكم هل رح يكون هذا أوصف أنه هو فات ولا أويل يعني هل هو سلد في درجة سحارة الغرفة ولا لكويد رح تحكولي هو سلد في درجة سحارة الغرفة وهو ساتشوريتد وبوصف أنه هو فات وليس أويل بالمقابل لما يكون أنا عندي 18 كاربون شوفوا لو تلاحظوا نفس عدد الكاربون لكن أنا عندي اختلاف في إيش هنا بالأول ما عندي ولا أي رابط ثنائية في الثاني أنا عندي رابط ثنائية واحدة واللي هي بتكون عندي بهذا الشكل هون هذا المركب الناتج اللي عندي اللي بتكون عندي من 18 كاربون وعندي رابط ثنائية واحدة موجودة في هذا المكان تحديدا يعني مش موجودة هون مرة هون مرة لأي ثابتة في هذا المكان من سمير هو الأوليك أصد الأوليك أصد عندي هو unsaturated وغير مشبع لأنه بيحتوى على رابط ثنائية فهو رح يكون على شكل أويل في درجة حرارة الغرفة رح يكون على شكل سائل في درجة حرارة الغرفة وهو unsaturated لكن كيف بوصفه كم رابط ثنائية عندي واحدة صح فأنا عندي monounsaturated فالحمض الدهن اللي عندي لأنه بيحتوى على رابط ثنائية واحدة نوصف أنه هو monounsaturated فاتي أصد كم عدد الكربونات حكينا 18 كم ذر أو كم رابط عندي ثنائية كانت عندي واحدة إيش اسم مركب اللي عندي كم ذر عندي 18 برابط ثنائية واحدة من سميله الأوليك أصد آخر مثال معنا اللي هو اللونيك أصد اللونيك أصد له بتلاحظه هو كمان بيحتوى على 18 كربونا لكن مع وجود الرابط الثنائية هون اللي كانت موجود عندي في الأوليك أصد في عندي إضافة لرابط ثنائية أخرى موجودة في هذا المكان فأنا عندي صار polyunsaturated بوصف أنه هو poly بطل عندي monoun monoun يعني أحاذ أنه بيحتوى على رابط ثنائية واحدة لما بلش أنا عندهم ركب بيحتوى على رابط ثنائية بعدد 2 وطالع فأوصف أنه هو poly يعني متعدد فهو polyunsaturated فهو unsaturated غير مشبع سائل في درجة الحرارة الغرفة وهو polyunsaturated يعني بيحتوى على أكثر من واحدة من الدبل البوند اللي عندي فمهم تعرفوا لي أنه لسيليك أصد 18 كربوند لكنه saturated يعني ما عندي أي رابط ثنائية اللوني كأصد 18 كربوند وعندي رابط ثنائية واحدة فوصف أنه هو monounsaturated اللوني كأصد هو 18 كربوند في عنده 2 double bond فوصف أنه هو polyunsaturated فعتي أصد وفكرة saturated unsaturated أردي مذكورة في لسال السابق لما حكينا أنه saturated بتكون صلب في درجة حرارة الغرفة solid فهي saturated والunsaturated بتكون عندي المادة liquid في درجة حرارة الغرفة هاي هي فكرة لحظة هلأ الفات أصد عندي لمنه يكون بلشنا فكرة trigal stride أو أول part عندي من lipid family trigal stride بشكل سواء أنا بحكي على الفات أو الأول وعرف ما الفرق بين هم عرفنا فكرة أن الصلب في درجة حرارة الغرفة بيحتوي على رابط ثنائية وأن الصلب في درجة حرارة الغرفة بيكون مشبع لا يحتول على أي رابط ثنائية ما يسمي fat saturated الصلب في درجة حرارة الغرفة بيحتوي على رابط ثنائية واحدة وأكتر من سمي عندي اللي هو unsaturated ونوصف أنه oil وليس fat طب حكينا try glyceride بيحتوي عندي على glycerol بيحتوي عندي على fatty acid وعرفنا فكرة اللي هي fatty acid اللي عندي شوية unsaturated وجود رابطة بيعطيني أي معنى فكرة trans fatty acid كيف يمنح الhydrogenation إلى آخر طب نشوف عندي اللي هو unsaturated fatty acid حكينا في هذا السلايد نرجع عشان نربط الأفكار حكينا في هذا السلايد لما شرحنا فكرة unsaturated أنو أنا بيكون عندي بوجود حوالين رابط الثنائية بأدرس الآزيمرزم إما cis أو trans هذا إشرة رحنا تكون عندي في السلايد الآتي طب unsaturated فاتئة سدلي الأحماض الدهنية الغير المشبعة يعني حكينا عندي رابط الثنائية واحدة على الأقل عليهم بالترتيب مرة تانية بيحكيلي unsaturated فاتئة سد have one or more carbon carbon double bond يعني the carbon carbon double bond can give either cis or trans isomerism هذا إشي ما تكور سابقا حبينا نعيق في هذا الساب عشان نبلش الفكرة من البداية مرة تانية طب شو يعني cis شو يعني trans cis configuration بيحكيلي mean that the two hydrogen atoms ذرات الhydrogen عندي اللي حولين الرابط الثنائي نفسها adjacent to the double bond stick out on the same side of the chain يعني الhydrogen اللي عندي ذرات الhydrogen اللي موجودين على carbon high والcarbon high اللي adjacent to each other adjacent to the double bond يعني اللي موجودين متجاورين مع رابط الثنائي ومع بعضهم البعض لما يكونوا عندي على same side على نفس الاتجاه بسميهم cis يعني إذا كانت الhydrogen التنتين اللي هون واللي هون وعلى carbon number 1 وعلى carbon number 2 إذا كانت عندي carbon number 1 الhydrogen عندي في هذا الاتجاه للأعلى والcarbon number 2 الhydrogen تبعتها متصل فيها كمان للأعلى فهما على نفس الاتجاه فهما cis بالمقابل إذا كان تنتين للأسفل نفس الاشيو وما في نفس الاتجاه فهما كمان عندي cis فهي فكرة cis configuration صعب transconfiguration شو هو بيحكي اللي transconfiguration means that the adjacent to hydrogen atom lie on opposite side of the chain بيحكي لما يكون أنا عندي واحدة من الكربونات الhydrogen لإلها في الطرف العلوي هون والتانية الhydrogen تبعتها في الطرف السفلي يعني هم عكس بعض في side مختلفين عن بعض وبعض ما وليس في نفس الاتجاه فبالتالي بوصفها أنه أنا عندي transconfiguration فإذن that the adjacent to hydrogen atom lie on the opposite side of the chain عمو على الاتجاهات المتعاكسة على نفس الرابطة الثنائية واحدة منه الفق والتاني عندي منهم الأسفل هايك ما يكون درسنا السس ودرسنا للترانس للسس تقدروا تربطوها على فكرة بهذا الشكل أنه السس جاي من كلمة اختصار كلمة sister في الإنجليزي وأنه sister للأخوات عددا بيكونوا في نفس الاتجاه فلما أحكي لكم sis configuration احفظوا أنها هي بنفس الاتجاه جاي من كلمة sisters مع بعض والترانس اللي هي عكس بعض فأنا عندي واحد على واحد الأسفل عشان ما حدا يخربط بين السس هاللي في نفس الاتجاه ولا في نفس الاتجاه فالs جاي من sister هما في نفس الاتجاه والترانس هما عكس بعض في الاتجاه طب يعني السس وعلى الترانس شو ميزت كل واحدة فيهم بحكي لي وجدوا أنه السس configuration عندي بتكون rigid أكتر من الترانس رجد أكتر يعني صلب أكتر من الترانس يعني رحلاء المرونة موجودة عندي وين فالترانس ما رحلائها موجودة عندي في السس حوالينا رابطة الثنائية فبصف لهذا إش عندي هون يعني وجود الرابطة الثنائية عندي بتحافظ على شكل السلسلة كأنها بتعملها اللي هو الstop بتعملها بشكل ثابت ما بتصير عندي السلسلة مرينة إنها تتحرك لا بتكون rigid صلبة وثابتة عندي حوالينا double bond نفس كأنها بتعملها freezing فfreeze it's confirmation in this case في حالة السس of the السس alzomer causes the chain to bend and distract the confirmation freedom of the fatty acid يعني بيحكي لما تكون الرابطة عندي عشكل السس أو توزيع الهادر عندي عشكل السس شو بصر عندي بتسبب أنه السلسلة عندي الهادر وكاربون يصر لها bending إنحناء لأن وجود الهادر ونهاجم مع بعض في نفس الاتجاه كأنه بيعمل صار عندي كثاف هم أو صار عندي زحم لتنتين في الاتجاه فالمساف بينهم صارت أقرب من اللازم فعشان يبعدوا عن بعض كأني عم بحكم من الرابطة كأنها بتنكسر هي ما بتنكسر هي فقط بتسميل بتعمل البندنج فبصرفي أنا عندي نزول في هذه السلسلة بتبطل على شكل خط مستقيم وهذا البندنج أنا عندي يدل على وجود السس آجم وبتمنعها كأنه تكون عندها اللي هو حرية في الحركة هالفكرة اللي هي السس يعني يعرفوا لي أنه اختصار لكل هذا الكلام السس آيزومر بيكون مور الرجل تفياته أعلى مقارن عندي مع الترانس بالمقابل لترانس لأنه في واحدة من هذة رجل للفوق والتاني عندي لتحت فالمسافة أريدي بينهم بعيدة ما عندي أنا اللي هو مسافة أقرب من اللازم بيحكيلي ما بتسبب إنه تشين عند السلسلة يصير فيها نحناء لأنا قريدي واحدة فوق والتانية تلحد كأني عم بحكي عم بوازنه بعض في الثقل شكلها وتوزوها في الفراغ غالما تكون الشين أنا عندي هون موجودة حوالين الدبل بونت لما تكون على شكل خط مستقيم مرسوم شكل خط مستقيم متوزع في الفراغ شكل خط مستقيم معنات الرابط الثنائية حوالينها أنا عندي ترانس لكن لما يكون في عندي بندنج في عندي نحناء معنات حوالين الرابط الثنائية بيكون في عندي سس وحكي أنا فكرتها اللي هي ما يكون في عندي اللي الكثافة وتركيز وتكديس لهذه اللي ذرات بجم بعضها البعض فالفكرة كانت من unsaturated fat acid both of them بيكونوا على شكل oil في رسحات الغرفة الفكرة من unsaturated fat acid وجود عندي رابط الثنائية حوالين الرابط الثنائية هل بيكون أنا عندي السس ولا بيكون أنا عندي لترانس بحكي إذا رسم لي السلسلة فيها بندنج فيها انحناء أعرف أنه حوالين الرابط الثنائية عندي السس إذا رسم لي إياها ما فيها انحناء وشكلها كسلسلة مستقيمة كأنها بتشبه اللي هي saturated منها اللي ما بتحتوى على أي رابط الثنائية وقتها بسميها اللي هي عبارة عندي على الترانس هذا الشيء يبين عندي في الصورة الآن السس عن الترانس فأتي أسف بحكي حولنا الرابط الثنائية الهادرج لما تكون عندي بجانب نفس الاتجاه فهي السس الهادرج لما تكون عندي واحدة لفوق واحدة لتحت فهي بتكون عندي ترانس فحكي لي شكل اللي ترانس متوزع في الفراغ هيا ورح يكون على شكل كأنه خط مستقيم وجود الخط المستقيم عندي بيشبه كأن أنا ما عندي ولا أي رابط اتناعي بالواقع أنا عندي هيا لكن واحدة من هذا جين لفوق والتاني لتحت وازنوا بعض في الثقل فما صار عندي بندنج في هذه السلسلة فصارت صفت عندي بهذا الشكل بينما السس أنا بصير عندي بندنج لأنه صار عندي المسافة بينهم بوث ذم عالي جدا وعندي رابط ثنائية فزادت أكثر فشو الفكرة وجودهم مع بعضهم البعض في نفس الاتجاه كأنه بيعطي لهو عندي كتير مسافة قريبة لازم أبعدهم عن بعض بشكل معين بصر عندي بندنج في السلسلة وجود هذا البيندنج بهذا الشكل دليل على أن حوالي الرابط الثنائية أنا بيكون عندي سس إما الهضر في هذا الاتجاه بوث ذم للأعلى أو بوث ذم عندي للأسفل بينما في الترانس واحدة منهم لفوق بتكون عندي مهالج والتاني عندي بتكون منهم لا أسفل فكانهم بوازنوا بعض بيضلوا على شكل القوة السلسلة المستقيمة ففكرة السس عن الترانس تندرس حوالي الرابط الثنائية وهل هما في نفس الاتجاه السس هل هما عكس بعض في الاتجاه عندي الترانس بوث ذم هما انس wealthy كيف إنه ها المهم عندي في والنسبة للترايجلسترائد ذكر أنه تتكون عندي من فاتي أسد أو ثري فاتي أسد ونجلسترول مرسلتين عندي مع بعضهم البعض حكي أنا في بداية المحاضرة أن الليبد هي عبارة عن ماكرو بيومولكول بيحتوي في الليبد في عملي عندي على ثري بارت بتاعت أنواع ترايجلسترائد الفوسفو الليبد والستيروي وعرفنا في وعد الفات وموجودة كانت عندي موجودة في اللي هي الفود عندي شو الوظائف اللي عندي بتاديها وعرفنا في داخل البودي كيف أنه عندي الفاتي الهنوعين إما بسرل أو عندي اللي هي السبكوتانيس في ذلك لاحظة هلأ في محاضرة الليبد الليكتور نمبر ستة مايكون خلصنا أول بارت من الليبد فاميلي اللي هي الترايجلسترائد لحدها لحدها عنده أي سؤال جماعة في شي مش مفهوم في نقطة اللي هي الليبد والليبد فاميلي تحديدها للترايجلسترائد صحب أوكي ما هيك على هيك يا جماعة أنتوا حاولوا أدرسوا أول بأول ومحاضرتنا اليوم رح نوقف الليكتور نمبر ستة على تو بارت نحن قدعة تو بارت فلحدها لأ بهم تكونوا عرفين الترايجلسترائد في محاضرة الأسبوع القادمة إن شاء الله رح نكمل بارت الفوسفو الليبد واللستيرويل لما نحكي فيها على التو اثر تايب أو في الليبد فاميلي لما فيه نحكي في محاضرتنا عن الليبد نفس الفكرة رح نشوفه من شو بتكونوا شوفوا أدم عندي في داخل اسم الإنسان وشو كمان عندي بيكون أشكالهم فلحدها هلأ بمكان إنه محاضرتنا لحد الهون اليوم محاضرة الليبد ويعطيكم العافية جماعة اشتركوا في القناة